مرحبا انا الدكتور ريث عكاسي تشاري الامراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر في المقطع القادم راح نتحدث على احد انواع السرطانات الجلد وهو سرطان الجلد التصبغي او الماليقننت ملانوما الماليقننت ملانوما هو اخطر نوع من انواع سرطانات الجلد ومن اخطر انواع السرطانات بشكل عام اذا بدنا ناخده على السرطانات العامة بغض النظر كانت جلدية او غير جلدية الماليقننت ملانوما الخطورة فيه هو سرعة انتشاره الى مناطق مختلفة منها الغدد اللينفاوية منها الكبد منها العظم منها نسيج العصبي زي زي الدماغ الماليقننت ملانوما ما هي اسبابه كل سرطانات الجلد ذكرنا سابقا في مقاطع مختلفة انه هي تصيب البشرة الفاتحة بالدرجة الاولى كمان الماليقننت ملانوما زي انواع السرطانات الاخرى هو يكثر انتشاره في البشرة الفاتحة لكن كمان بحالة الماليقننت ملانوما او سرطان الجلد التصبغي الوجود حالات في العائلة تزيد من احتمالية الاصابة يعني الجينيتكس او الوراثة بتلعب فيه دور من اهم واخطر الدراسات اللي ظهرت في اخر سبع او ثمان سنوات هي تعرض الاطفال للشمس بشكل كبير مما يؤدي الى حروقهم يعني الاطفال اللي بكونوا على البحر او على البرك وبتعرضوا طول النهار للشمس وبيصير عندهم حروق شمس هدول معرضين لاجت الابحاث والدراسات معرضين لانهم ينصابوا في مرض الملانوما بعد سن البلوغ او في اعمار مختلفة الملانوما يصيب الذكور ويصيب السيدات ممكن يظهر في اي منطقة في الجسم ممكن في المناطق المكشوفة او غير المكشوفة يعني ممكن يظهر على الوجه ممكن يظهر على الساقين خصوصا في السيدات منطقة الصدر والظهر بتكون اكثر شيوعا ظهور الملانوما عليها في الرجال في البشرة الداكنة اللي هي مش بشرة فاتحة ممكن ينصابوا الناس بالملانوما وخصوصا على منطقة الجلد كفات الايدين او كفات القدمين او منطقة ما تحت الاضافر اللي هي ما تسمى باللغة الانجليزية الاكرا لنتجرس ملانوما من المهم جدا لما الشخص يلاحظ تصبغ معين عماله بظهر بشكل جديد انه ما يهمله انه يروح مشان يفحصه وهذا شيء مهم جدا كمان شغلة مهمة جدا جدا هي الشامات اللي بتكون موجودة لما يلاحظ المريض انه الشام عمالها تتغير سواء تغيرها في الحجم او تغيرها في اللون او تغيرها في الشكل او انها صارت بتحك او انها صارت عمالها بتتقرح بتنزل دم يجب ان يراجع الطبيب لاجراء الفحص هلا الفحوص بتكون بالشكل التالي بكون اول اشي الفحص السريري اللي هو بالعين لكن اللي ادق منه هو اجراء ما يسمى بالدير موسكوفي او الفحص المتخصص بفحص التصبغات وفحص الشامات هلا الدير موسكوفي هو قد يبدأ من جهاز بسيط الواحد بيشوف فيه الى الجهاز اللي بتشوفه حضراتكم مراي اللي هو الفوتو فايندر اللي هو افضل جهاز في العالم لفحص التصبغات والشامات وهذا الجهاز بتميز بانه احنا بامكاننا نفحص فيه ونسجل الصور لمراجعتها ونشوف كيف الاختلافات مثلا بين اليوم بين بعد ثلاث شهور اذا كان فيه شك على هذا الحكي والشغلات اللي لا سمح الله كانت متحولة بامكاننا ان نشخصها عن طريق الجهاز بنسبة تصل الى 80 الى 85 بالمية بامكاننا نجاوب اذا فعلا احنا التصبغ هو سرطاني او غير سرطاني فاهمية الجهاز اهمية كتير كبيرة وهذا الفحص الاولي المبدئي بعد ذلك ممكن اجراء الفحصات عن طريق اخذ الخزعات وهون في حالة الميلانومة عادة لما يكون فيه عندنا شك عالي بانه فيه سرطانات من نوع الميلانومة يفضل الخزعة تكون مش قطعة من التصبغ يفضل انه يكون التصبغ بشكل كامل وبعد ذلك منيجي على علاج الميلانومة علاج الميلانومة كمان الدرجة الاولى هو العلاج الجراحي لكن يدخل مع العلاج الجراحي العلاج الاشعة وعلاج الكيماوي والعلاج الاميونوثرابي او اللي هو العلاج المناعي كلها هاي من الامور اللي عمالنا بنستعملها في الميلانومة وحديثا ظهر عنا العلاجات البيولوجية في حالات الميلانومة المنتشرة من اهم الشغلات اللي بحب اني اذكرها انه الميلانومة يقسم مراحله بحسب الانتشار و بحسب المرحلة مرحلة تقدم المرض اللي هو فيها الى الى اربع اقسام من ستيج اي او ستيج وان لا ستيج فور بستيج وان المرضى 90% منهم بعيشوا لمدة 10 سنين ما بعد العلاج وبتنزل النسبة من 90% الى 35% في ستيج فور اللي هي في المرحلة الرابعة فالرسالة اللي بدي اوصلها بشكل كتير واضح وكتير مهم لا تهملوا ولا تستخفوا باي شيء متصبغ طالع على الجلد بانه خلينا نهمله ونشوف شو بصير لا كل راس مالها مرور على الطبيب منفحص منتأكد ويا ما نقول انه والله هاي حميدة وما فيها اشي يا ما نقول لا في عنا شك بالملانومة كل ما ادخلنا اسرع كل ما اخدنا نتائج افضل وقدرنا انه نحافظ على حياة مرضانا وسلامتهم بشكل اكبر فرجاء هذا اخطر نوع من انواع سرطانات الجلد ومن اخطر السرطانات قاطبة لا تستخفوا باي شيء ملون ممكن يظهر على الجلد لا تستخفوا بشامة ممكن حدث عليها اي تغيير روحوا على الطبيب افحصوا وتأكدوا منها لانه كل يوم وكل اسبوع ممكن يفرق كتير في النواحي العلاجية واحتياجات العلاج وطبعا احنا كلنا مؤمنين انه الاعمار بيادي الله ولكن الدراسات والنسب بتشير انه كل ما كشفنا مبكر وتعملنا معه ابكر كل ما كانت النتائج افضل ونتمنى للجميع الصحة والعمر المديد شكرا